موسيقى قال الشاعر القديم مفاخراً بآباه أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أولئك آبائي أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أولئك آبائي التقديم والإخراج محمد الجوهري موسيقى فضلة الشيخ أبو إسحاق الحويني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقات السابقة بدأنا بشخصية أبي بكر الصديق وهو الشخصية الأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وروايت لنا أمثلة ونماذج من حياته ونواصل الحديث عن هذه الشخصية العظيمة في تاريخ الإسلام أحد الأباء الذين نرجو أن نكون إن شاء الله على دربهم وعلى سيرتهم وأن يكون قدوة لنا تفضل وأكمل لنا عن شخصية أبو بكر الصديق جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أريد أن أجلي بعض صفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويعني كيف وصل إلى هذه المكانة نأخذ مثلا شيئا مما ذكرناه قبل ذلك في كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما قال وكنت أداري منه الحد فذكرنا أن عنده حدة هذه الحدة كانت في الحق إلا ما تكون الحدة لابن آدم يعني أبو بكر الصديق ليس معصوم فممكن يغضب وكده ممكن يسب مثل أحد كما في هذا المثل الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أهل الصفة فقال من كان عنده من يعني سعى فيأخذ معه بعض أهل الصفة فأبو بكر الصديق أخذ بعض أهل الصفة ثلاثة أربعة من أهل الصفة أهل الصفة اللي هم كانوا فقراء المسلمين وكانوا يسكنون في المسجد يأوون إلى المسجد وكان الصحابة اللي عنده صدقاء اللي عنده كذا كان يوديه للمسجد ويأكل منه أهل الصفة الذين لا يأوون إلى أهل ولا مال فعبد الرحمن ابن أبي بكر هو راوي هذا الحديث ابن أبي بكر الصديق يقول نزل عندنا أضياف اللي هم من أهل الصفة فقال لي أبي يقوله أبو بكر الصديق يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان يترك النبي صلى الله عليه السلام أبدا إلا وهو داخل حجرة نومه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفضل معها فترة طويلة فعبد الرحمن أتى بالطعام فقال له لن نأكل أين أبو منزلنا أين رب البيت قال رب البيت غير موجود قال له لن نأكل إلا إذا جاء رب البيت فقال لهم بيترقاهم يعني ويتحيل عليهم يعني فقال لهم إنه رجل حديد وإني أخاف أن يصيبني أذى منه حديد هذا لبص عبد الرحمن بالضبط إنه رجل حديد يعني شديد وأخاف أن يؤذيني فأكله لأنه لو جاء ولكن ما كنتوش هتصور أن أنا لم أقم معكم بالواجب والكلام ده فحيؤذيني فأصروا لن نأكل حتى يأتي أبو منزلنا أبو منزلنا رب المنزل فين بقى أبو بكر الصديق رجع بعد العشاء بفترة من عند النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل سأل زوجته فرغتم من أضيافكم عبد الرحمن يقول فلما سمعت صوته اختبأت نعم خوفا منه نعم هذا ابنه يعرف طبعا به فلما قالت له لم يأكلوا قال أين عبد الرحمن نعم تمام اختبأ عبد الرحمن فجعل ينادي يا عبد الرحمن ما بيردش قال أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئتني نعم خلاص سمع صوته وقال قال له يا غنثر غنثر نوع من نوع الذباب نوع من نوع الذباب الأزرق نعم يا غنثر وجدع وسب هذا العبارة بتاعته جدع يعني يقال للإنسان جدع الله أنفك يعني أنفو جدع الله أذنك الجدع القطع يعني قطع تمام دعاء عليه نعم فجدع وسب قال ليس لي ذنب اسألهم نعم عرضت عليهم القرى فأبوا فتوجه إليهم وقال لهم لم لم تأكل لم تأكلوا لم لا تأخذوا قراكم قالوا لن نأكل حتى تجي فقال والله لا أطعم أبوك الصديق نعم بنت منتظره عشان أكل طب ما والله ما ناوكل نعم فهم قالوا وإحنا والله ما وكلي إلا ما تأكل نعم قال ما رأيت شرا كالليلة حلفوا على حلفان تمام نعم فقال لهم كلوا لا هنيئا مش هنيئا مطرح ميزر يومي زعلان زعلان جدا إنه كيف يعني تكونوا في بيتي وترفضوا القرى والكلام كلوا لا هنيئا وعشان كده بقولك يعني بشرية الإنسان نعم بشرية الإنسان يعني واخد بلك فقال أما الأولى فللشيطان اللي هو لما هو حلف يعني نعم وحلفوا على حلفانه فقال بسم الله هو أكل نعم طبعا أول ما أكلوا خلاص ذهب للنبيس العصان في الصباح قال حكالوا الحكاية وقال يا رسول بروا وحنثت أنا اللي اليمن بتاعي وقع نعم لكن هم منهم ما وقعش حلفهم ووكلين إلا ما نأكل وفعلا طررت أن أكل فهم بروا وأنا حنثت فقال له بل أنت أبرهم وأخيرهم نعم ولم يذكر كفارة حديث بولكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله كفر عن يمين كفرت يمين ممكن تكون كفارة حكمة ما نزلش أو تأخر إلى آخر لكن لم يذكر كفارة فيما تعلق بهذا ده فيما تعلق به شدتي وحدته في مستلمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلامي قال أغضب رجل أبا بكر الصديق نعم يعني بقولك حديته يعني نعم وكيف أنها في الحق مش إنه واحد عصبي والكلام ده لا كيف أن الحق دائما يرد شديد في الحق طبعا والإيمان دائما يكبح وجماح نفسه نعم أفلا أقتله يا خليفة رسول الله قال أبو برزة فلما سمع أبو بكر القتل غير الحديث نعم تمام غير الحديث أجمع وخلط هدي خالص وغضب راح نعم طبعا نسيت نعم كان موقف عابر وقلت كلمة عابرة ونسيت قلت لا قال ذاك الرجل الذي أغضبني وأنت كنت تريد أن تقتله ألو أمرتك تقتله حقا قال أي والله لو أمرتني لقتلته نعم قال يا أبو برزة هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن الوحيد الذي إن أوذي يقتل مؤذيه هو النبي عليه الصلاة والسلام وحده نعم وحده فقط لم تكن هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطرما المناسبة جاء دعني يعني جاءت يعني دعني أذكر مثل أو مثلين من الذي آذى النبي فقتل تفهم والأحاديث كلها صحيحة كلها هما في الصحيحين منهم حديث كعب بن أشرف كعب بن أشرف كان رجلا يهوديا وكان شاعرا وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى فقال يوما لأصحابه من لكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله فمحمد بن مسلمة رضي الله عنه وبعض الصحابة قالوا نحن له ولكن إئذن لنا أن نقول له شيئا يعني نعرض بالكلام نخدعه بالكلام وكذا فراحوا الكعب وكان حديث عهد بزواج تمام فأبو نائلة الصحابة التانية مع محمد والسلام كان أخاه في الرضاعة أخو كعب في الرضاعة نعم فراحوا البيت يالله يا كعب فناداه لبيك قال انزل فقالت له مرأته إلى أين في هذه الساعة دحنا نص الليل نعم فقال أنه رضيعي أبو نائلة وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب واحد في الشارع أنت قاعد في بيدك واحد في الشارع بيقول لحقوني بدون ما تعرف هو مين بتنزي عشان تغيثه صحيح فعني الكريم كذا نعم تمام وهذا رضيعي أبو نائلة وكذا نعم فنزل ينفح منه ريح الطيب فمحمد بن السلام قال ما رأيتك اليوم عطرا عطرا الجميل ده قال عندي أحسن واحدة بتستغل من عطرا العرب فقال أنا محمد بن السلام والله هذا الرجل يقصد النبي عزيز وسلم عنانا كل يوم يطلب صدقة وكل يوم يريد فلوس عايز فلوس فعنانا قال له والله لا تملن أنت لسه شفتوا حاجة أنا قلت لكم قبل كده حتملوه لكن لسه ما شفتوش حاجة قال له طلب منا وثقا أو وثقين من شعير واجينا نستسلفك ما عندنا شهر شعير واجينا أخذ وثق سلف الميكيل يعني وثق سلفه بتاع قال له ارهنوني شيئا طيب عايز ايه قال ارهنوني أبناءكم قال قال يسب عار علينا يسب ابن أحدنا فيقال الروحن بوسقين من شعير هذا عار علي ارهنوني النساءكم قال أنت أجمل العرب نحن الوحدة تأخذها بتاع ما تحبك وتسبنا وتفتن بيك وبتاع ما ينفعش الكلام ده ولكن نرهنوا كاللأمة هو اللي بادر اللأمة درع الحرب عشان لما يجيبوا قالت الحرب وهم جايين ما يخافش نعم يدي أمان لحنا متفقين اهو نعم تمام قال لكن نرهنوا كاللأمة درع الحرب والخوزة بتاع الحرب تمام قال له خلاص جاء راحوا جابوا اللأمة بتاع الحرب والخوزة ونزل لهم عشان قاطر يديهم الوضع من شايد نعم فلما نزل بقى ينفع عطرا كده فمحمد المسلم قال له دعني أشم رأسك نعم آخذوا كده يعني في حضني وقال دونكم عدو الله فقتلوه تمام نعم قتلوا وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبشروه بمقتل كعب بن عجل لأنه كان يذي نفس القصة لأبي رافع في الصحيحين مش أحكيها قصة أبي رافع لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو أذين بقتله ذلك العلماء يقولون لا يجوز أن يقتل أحد إطلاقا تعزيرا بعد النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم وحده وحده فقط هو الذي يساغ أن يقتل مؤذيه نعم بإجماع العلماء ما فيه وذلك أبوك الصديق يقول لأبي برزة يا أبا برزة أكنت قاتله قال أيو الله لو أمرتني قال لم تكن هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم من الصحابة وتابعين وتابعيهم وتابعيهم بإحسان فإلى اللقاء غدا أولئك آباء أولئك آباء لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أولئك آباء أولئك آباء التقديم والإخراج محمد الجوهري